صباح عليك يا نهواند وصباح عليك يا كريم وصباح لكل مشاهد قناة الأهلية في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الشروق وعايزة ضم صوتي طبعا لصوت زميلتي العزيزة هنا أبو القاسم وقولك يا كريم كل سنة وأنت طيب وبألف خير إن شاء الله ودايما ناجح ومتقلق طبعا زي ما انت قلت يا نهواند يمكن عنوان اللي انت ذكرتها يكون معانا في نهاية جولتنا الصحفية ولكن خلينا نبدأ طبعا بأخبار منتخبنا الوطني وأخبار طبعا محمد صلاح وأرقامه مع المنتخب الوطني مقارنة بأرقامه مع نادي ليفر بول البداية طبعا من جريدة الأخبار بالأرقام صلاح المنتخب أفضل من مو ليفر بول بداية عهد جديد هكذا طبعا بدأ محمد صلاح النجم العالمي محمد صلاح يعني يمكن مشواره مع المنتخب الوطني تحت القيادة الفنية الأولى للبرتغالي رويا فيتوريا هذا طبعا الذي تولى القيادة الفنية خلفا لها إيهاب جلال. وطبعا نجح محمد صلاح في قيادة منتخبه أو يمكن في تأهيل منتخبه للفوز بثلاثية نظيفة أمام منتخب النيجر. هذا طبعا وديا أول أمس. سجل طبعا صلاح هدفين من أصل الثلاث أهداف. وطبعا يمكن بهذا الرقم أو بهذا التسديد. طبعا يمكن نجح صلاح في كسر سيامو التهديفي مع المنتخب الوطني. الحقيقة أن يمكن صلاح ما سجلش منذ حوالي 18 أو تحديدا. يعني يمكن التقرير أبرز رقم 236 يوم. خاصة بعد تسجيله في 30 يناير الماضي أمام المغرب طبعا بدور التمانية لبطولة أمم إفريقيا. ومنذ تلك المباراة يعني يمكن لعب صلاح خمس مباراة لم يسجل فيها أي أهداف منذ ذلك الوقت. وشارك صلاح في المباراة كاملة. حصل على جائزة أفضل لاعب طبعا بعد تسجيل هدفين في المباراة. طبعا يمكن حصل على تقييم 8.7 ولمس الكرة 34 مرة ومر الكرة 22 مرة وسدد تسجيلتين على المرمى. طبعا نجح خلالها تسجيل هدفين بفعالية 100 بالمئة. وبالنظر إلى آخر مباراة لعبها صلاح طبعا مع نادي ليفر بول والتي كانت أمام آيكس الهولندي. في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. واللي انتهت بفوص طبعا ليفر بول بنتيجة 2 واحد. سجل خلالها صلاح الهدف الأول للردز. شارك طبعا صلاح في المباراة كاملة وسدد تلت تسديدات. طبعا منها واحدة على المرمى. ولمس الكرة 48 مرة ومر الكرة 28 مرة. عنوان التاني النهاردة من جارية الجمهورية. ميكالي يعيد ترتيب أوراق المنتخب الأولمبي. أكد ميكالي المدير الفني طبعا أنه طالب لعبيه بضرورة إغلاق صفحة تعادل المنتخب الوطني الأولمبي أمام بنين بنتيجة سلبية. أو طبعا يمكن انتهت المباراة صفر صفر. فهو طالبهم طبعا بإغلاق هذه الصفحة وطبعا التركيز على الصفحة المقبلة أمام نفس المنتخب طبعا اللي بتقام غدا. وقال البرازيلي أنه سيمنح الفرصة كاملة لجميع اللعبين المنظمين المنتخب للوقوف على مدى طبعا قدراتهم البدنية والفنية. لاختيار أفضل تشكيل حتى يكون أو يخوض منافسات الأولمه الأفريقية بالمغرب والمؤهلة للأولمبياد الجديدة. وقال المدير الفني أنه طالب طبعا كل لعبي بضرورة التركيز والالتزام التام بتعليمات الجهاز الفني. طبعا أكيد يمكن داخل الملعب بالإضافة إلى التركيز الدقيق للمهام المكلف بها كل لاعب. دون الالتفاة طبعا أنه من سينضم للتشكيل الرئيسي اللي هيكون مشارك فيها هذه البطولة أو التصفيات المؤهلة لهذه البطولة. لأنه شايف أنه طبعا ده بيشتت تركيزهم أنه فكرة كل لاعب هيركز مين هيشارك في هذه القائمة أو مين اللي هينضم من عدمه. وشايف أنه ده طبعا أكيد شيء سلبي أنه يتم التركيز عليه وما يتمش التركيز على اللعب داخل ملعب أو تنفيذ طبعا تعليمات يمكن القيادة الفنية داخل الملعب. وطبعا يعني يمكن كمان التمن مكالي على جميع المصابين طبعا من الجهاز الطبي برئاسة دكتور طارق سليمان. وطبعا يعني يمكن كان فيه نظرة على الفحوصات الطبية كمان اللي هيتم إرسالها للفيفا خلال الفترة المقبلة. ومن موقع يلا كورة جماريشل بورتغالي يختار فيتوريا مدرب القرن. أعلن هذه جماريشل بورتغالي اختيار روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر مدرب القرن. ده طبعا يعني يمكن كان اختيار بناء على فكرة تولي روي فيتوريا تدريب النيذي من 2011 حتى 2015. وطبعا كان اتحاد الكرة أعلن التعاقد مع روي فيتوريا في شهر يوليو الماضي. لمدة أربع سنوات بعد توجيه الشكر طبعا لإهاب جلال. وقاد فيتوريا طبعا منتخب مصر كان يمكن كان فيه تحدي في قيادته الأولى أو فيه يعني يمكن المباراة الودية الأولى. وطبعا نجح فيتوريا خلالها أنه هو يقود منتخب مصر للفوز وديا بثلاثية نظيفة أمام النيجر. أخيرا بقى من موقع الشروق منتخب ريشة الذوي القدرات الخاصة يسيطر على ميداليات بطولة إفريقيا بأغندا. سيطر لعاب المنتخب الوطني للريشة الطائرة الذوي القدرات الخاصة أو بارا بادمنتن طبعا على ميداليات بطولة إفريقيا واللي أقيمت بأغندا في الفترة من 20 وحتى 24 من سبتمبر الجاري. طبعا تصدر الفرعانة لترتيب العام للبطولة عقب تحقيق 15 ميدالية في هذه البطولة وده طبعا يمكن رقم قياسي كبير جدا. طبعا يمكن الميداليات كانت متنوعة بواقع تسعة ذهبية وتلاتة فضية وأيضا تلاتة برونزية. واستطاعت شايماء سامي لعابة منتخبنا الوطني في كتاب التاريخ جديد الحقيقة في هذه البطولة عقب فوزها بتلات ذهبيات في الفردي زوجي الميداليات والزوجي المختلط. وطبعا كانت شايماء سامي وياسمين عيسى شراك في بطولة أغندا الدولية واللي أقيمت في الفترة من 13 وحتى 18 من سبتمبر الجاري. وحققت شايماء تلات ذهبيات أيضا فيما تصدرت ياسمينا ذهبية الفردي وبرونزية الزوجي. طبعا دي كانت كل عنواننا الصدرة صباح اليوم الأحد وجولة صحفية في بداية الأسبوع من عشر الصبح في الأهلي. بشكركم جدا كلمة لكم مرة أخرى.